كان للوفد الاقتصادي الذي رفق جلالة الملك المفدر في زيارته الميمونة إلى الهند دور كبير في الترويج لمملكة البحرين اقتصاديا واستثماريا عبر اللقاءات والمتديات التي نظمت في نيو ديلهي وفي مومباي مجلس التنمية الاقتصادية كان له دور بارز في التعريف بالفرص الاستثمارية في البحرين اقتصاديا وتجاريا وللحديث اكثر حول هذا الدور معنا عبر الهاتف سيدة فيفيان جمال مديرة تطوير الاعمال بمجلس التنمية الاقتصادية سيدة فيفيان بداية مساء الخير وما هي ابرز الانشطة الاقتصادية التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية خلال هذه الزيارة الهامة إلى جمهورية الهند مساء الخير وشكرا لكم على الاستضافة أهلا وسهلا طبعا كانت الزيارة المتزامنة مع زيارة صاحب الجلال الملك إلى الهند زيارة موفقة قام فيها مدفع تنمية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بالعمل على عدة منتديات اقتصادية في مومباي ونيو دالين وكانت من نتائجها عدد من الاتفاقيات التعاون المتبادل في الغطاعين العام والخاص وكان عددها يفوق الـ 25 اتفاقية في مجالات متعددة في بعضها يخص ترويج الاستثمار والتكنولوجيا والتعاون في مجال تطوير الكوادر مع تمكين وتطوير الصناعات الصغيرة مع بنك البحرين للتنمية نعم سيدة فيفيان أيضا الاستجابة من رجال الأعمال والمستثمرين الهند كيف كانت وكيف ستسهم هذه الاتفاقيات أيضا في دعم العلاقات الاستثمارية بين البلدين طبعا قام المجلس بتنظيم عدد كبير من اللقاءات فاق عددها تقريبا 300 مقابلة بين التجار البحرينيين والهنود وقامت عدة شركات هندية بالإعلان عن خطتها لإقامة شركات في البحرين فيما بينها شركة كمكو ومما يدل ذلك على الاستمام في التبادل التجاري والاستثمار بين الطرفين نعم سيدة فيفيان جمال مديرة تطوير الأعمال بمجلس التنمية